مرحبا بكم الجديد أعزائي المشاهدين ومتابع لي حوار الأسواق وضيفي خليفة عبدالله أسبعي وهو رئيس مجموعة قطر للتأمين أنتم من أقدم الشركات العاملة في قطاع التأمين في المنطقة متواجدون في الكويت في مالطة على ما أعتقد والإمارات ماذا عن الأسواق الأخرى في عندنا بعومان موجودين في عومان كشركة عمانية قطرية موجودين في الكويت كشركة كويتية قطرية موجودين في الإمارات كفروع بس في توجه أن نحولهم الفروع عندنا فرع في دبي وفرع في بوظبي نحولهم إلى شركة إماراتية قطرية في عندنا أبريشن في مالطا اللي هي جزم الاتحاد الأوروبي صار لها 33 سنة في مالطا من أقدم الفروع اللي عندنا عادة الأبريشن اللي عندنا في مالطا أو العمليات في مالطا تهتم بتأمينات شمال أفريقيا وجنوب أوروبا حتى أنكم أعلنتم على ما أعتقد قبل أيام عن تأسيل شركة إعادة تأمين في لينكشتاين وهي أحد الدول التابعة لمجموعة الاتحاد الأوروبي نعم في شركة بتكون قابضة في لينكشتاينز بتكون مسؤولة عن عملياتنا في أوروبا في عندنا عمليات في زيورخ في عندنا عمليات في بريطانيا وفي برمودا بس لينكشتاين بتكون مسؤولة عن العمليات في الاتحاد الأوروبي وفي المستقبل مالطا ستصبح جزء من الشركة هذه أستاذ خليفة يؤخذ ويحسب على شركة قطر للتأمين بأنها سخية في التوزيع سواء التوزيع النقدي أو في التوزيع العيني وبالتالي هذا السخاء هو يرضي المساهمين من طرف ولكن بنفس الوقت هو قد يرهق ميزانية الشركة وبالتالي قد يتعارض مع خططها التوسعية ما ردك على هذا الأمر؟ لا هو عمليات سخية وما سخية كل سنة لها وضع مميز من ناحية توزيع الأرباح أو سياسة توزيع الأرباح فلو حتى العام بيعنا أسهم وعطينا أسهم وعطينا كاش فكان فيه تنوع هذا التنوع كان يخدم استراتيجية معينة اللي هي جزء من استراتيجيتي الكبيرة على اساس أحقق النشاط السنة هذه الموضوع مجال المفتوح لم يقرر بعد إيش هو التوجه إيش بيكون في بعض السنوات نحن نعطي كاش خمسين وستين بالمئة لأن الأموال موجودة الأصول موجودة وفي حالة أننا المال هذا غير مستخدم أو أننا لا يوجد فرص لإستثماره فإحنا نواجه على المساهمين أما ما في يعني مرحلة من المراحل وزعنا نحن نسبة توزيع ما كانت تخدم الشركة مصلحة الشركة يعني في الأساس مصلحة الشركة هي لكنكم أنتم اضطريتم في شهر نيسان الأبريل لزادت رأس المال إلى مليار و280 مليون أنا أبغى زيد رأس مالي والهدف برأس مالي أن أزيد رأس مالي اللي أوصل إلى 2 مليار أنا اليوم رأس مال الشركة مليار و200 مليون responsable أنا عندي مخطط أن أوصل رأس مال الشركة إلى 2 مليار التطور هذا الوسول إلى 2 مليار بيكون تدريجي وليس يعني في عنف لأن إحدى الشركات الوطنية في قطر صرحت قبل فترة إنه بيزيد رأس ماله بنسبة 90% فقوي جدا قوي جدا إنك أنت ترفع هذه كان بالأجدى والأفضل لأي شركة مساهمة بغض النظر كانت شركة تأمين أو شي إن أي متطلبات لزيادة رأس المال تكون تدريجية لعدة أسباب أولا حصولك على المال مرة واحدة سيخلق مشكلة لك في عمليات استخدامه واستثماره الشيء الثاني سيرهق سعر السهم في البورصة سيحرقه ثالثا سترهق المساهمين الأساسيين في الشركة بأنهم يدفعون هذه المبالغة الكبيرة فتأخذ تدريجي 20% 15% 25% حتى أنه توصل يعني الهدف المطلوب يعني أفهم أنه سياسة التوزيع العيني سوف تستمر للوصول إلى 2 مليار ريال قطري كرأس مال صعبة أقول لك صعبة أقول لك لأن هذا موضوع البوح بها هذا يعني له نتائج بس أحب أقول أنه في خطة موجودة للتوزيع وهذه الخطة هي الجزء من استراتيجية الشركة أتحدث عن التأمين الصحي وهو حديث الساعة هنا في الساحة القطرية أريد أن أستمع إلى وجهة نظركم أن تنقى قطر للتأمين عن هذا القانون هل يلبي متطلبات القطاع الصحي في دولة قطر وكيف ترى نعكساته على قطاع التأمين في الدولة أولا قانون النظام الصحي الذي يوضع في قطر من وجهة نظرنا كشركات تأمين خطأ خطأ كبير لأن لم يأخذ برأي شركات التأمين العاملة في هذا المجال أنتم لا تنسوا أن هناك شركات تأمين ونحن أحدى الشركات هذه العريقة في ذي المجال والذي نملك شركة متخصصة في ذي المجال ونحن ندير كل التعويضات يعني عندنا أطباء في الشركة عندنا صيادلة عندنا ناس فنيين هم اللي يديرون شركة التأمين الصحي فكل التعويضات اللي أجي يتعامل معها من خلال هذه الشركة فأنت اليوم لما أجي وتقول والله النظام الصحي الجديد حيسحب البساط من تحت شركات التأمين وحيكون بس للشركة الوطنية طبعا هذا غير صحيح ولا صار في أي مكان في العالم ما حدد في أي مكان في العالم يعني تبقى تتكلم عن سوق بريطانيا تبقى تتكلم عن أمريكا تبقى تتكلم عن دبي عن أي سوق نتكلم نحن مستعدين نتكلم فيه بس أنك أنت تقطع قطع جازم وابعاد شركات التأمين هذا غير صحيح لأن الجزء من نمو القطاع الطبي وتطوره هو وجود شركات التأمين الطبي لأن شركات التأمين الطبي هي اللي تصرف وهي اللي تساعد العيادات والمستشفيات أنها ترتقي بخدماتها هذا واحد الشيء الثاني اللي المفروض أن نسوّتها الحكومة والغرار أنها فصلت ما بين المواطن والمقيم تقدر تقول والله المواطن نحن كوزارة صحة أو مجلس أعلى للصحة سنهتم بموضوعهم أما المقيمين فهم يلجؤون إلى شركات التأمين في المجال الطبي يتعاملون معها يضفون على هذه هم بأنهم يخلقون وثيقة تأمين طبي موحدة وثيقة تأمين طبي موحدة على أساس يكون ما فيه نوع من الفرق ما بين شركات التأمين على سبيل المثال وزارة الداخلية لما جات لتأمين السيارات عملت نظام الوثيقة الموحدة فيه وثيقة موحدة ضد الغير وفيه وثيقة موحدة للشامل ما فيه فتاوي هي هالشكل الطبع فأصبحت شركات التأمين تتنافسش عليه على شيئين بعضهم يتنفسون على السعر وأنا أتنافس في الخدمة أن أقدم في الخدمة فالمفروض أن المجلس على الأساس خلق وثيقة تأمين طبي تقطي المقيمين في الأمور الأساسية اللي هما يحتاجونها استمعتك وتقول والله يا المقيم روح أخذ تأمينك من أي شركة وطنية ترقب فيها سبح تتعامل تتعامل معها فأنت فصلت ما بين القطريين اللي تبغي تتجاوز تبغي تدفع لهم بالكامل وما شابه ذلك هذاك موضوع ثاني موضوع سيادي والمقيمين هذا المفروض أنه كان صار في الأساس بس أنك أنت تحرم قطاع شركات التأمين الطبي اللي موجودة على مستوى العالم واللي موجودة في قطر أنه والله ما يحق لكم التعامل في ذي المجال ما حد عملها من قبل كان يعني وزارة الداخلية كان عملتها بعد وزارة الداخلية كان ممكن تنشئ شركة تأمين سيارات وتقول والله كل العالم يأمنون عندي يعني هذه الشركة هي عغرار ما قامت به الحكومة القطرية من تأسيس شركة الكوت للتأمين للتأمين على قطاع النفط الطاق خطأ خطأ شركة الكوت كانت خطأ وإحنا سبقا نتكلمنا في ذي الموضوع أن هذا خطأ وأثبتت الأيام أنه خطأ ولذلك شركة الكوت الحين في طريقها إلى النهاية والزوال لأنه ليس صح ليس صح أنت تحمل كنترول على السوق صح تشرع السوق صح تخطط للسوق صح تضع تضع نماذج وثائق تأمين للسوق تكون هي الاستاندر والمعيار صح أما مع ذلك تترك القطاع الخاص يتفاعل إذن أفهم منك أننا أحنا إذا بغينا نشتغل كمزودين كباك آفس اللي يسمونه باك آفس يعني نعمل البراسسينج وما البراسسينج للأشياء هذه قدمنا كلنا عروض بس في نفس العرض كتبنا وجهة نظرنا اللي أتكلم معاك فيها الحين نفس هذه موجودة مثبتة لا ما يتم نأخذها مستحيل أصلاً بالطريقة اللي مرشين عليها مستحيل أنت شوف النفقات اللي حيتكبدونها حينشئ شركة وحيجيب موظفين وحيشتري الـ IT systems بس محتى كيف وحيضقط على القطاع الخاص الطبي على المجمعات وعلى المستشفيات حيتفوض معاهم في الأسعار فهيأدي إلى تدني الخدمة الصحية مش إلى تطورها لتدني الخدمة الصحية لأن اليوم أنت لما تروح لمركز طبي تحب تشوف استشاري ولا تحب تشوف طبيب عام سمعي فأنت لما أجي تفرض عليه تقول لي والله الزيارة 200 ريال وأنا مالك لمركز طبي طبيب عام ما قدر يجيب واحد استشاري ما قدر يجيب واحد عنده دكتوراه ما قدر يجيب واحد عنده بورد أمريكي ولا كندي ولا أوروبي ولا اللي يكون ما قدر لأن تكلفته حتكون أعلى مش هيقطي تكلفته فبالنظام هذه أنت مش جالس تطور القطاع الصحي أنت جالس تقتل القطاع الصحي ولا جالس تطور الخدمة اترك الموضوع للقطاع الخاص حط أنت الأسس وشرع وترك القطاع الخاص ويتفاعل بيصير فيه عندك نمو انظر الحين إلى دبي على سبيل المثال انظر إلى دبي وضعوا دبي الإطار وضعوا كل حاجة بس ما خلقوا شركة التأمين قالوا احنا عندنا أربعين شركة مرخصة هنا روحوا تعاملوا معاها هذا هو المطلوب اشكرك سيد خليفة عبدالله السبيعي وانت رئيس مجموعة قطل التأمين كنت معنا في هذا اللقاء ضمن حوار الاسبوع شكرا جزيلا لك مرة أخرى أزال المشاهدين وهكذا تكون حلقة حوار الاسبوع قد وصلت إلى ختامها إلى لقاء في حلقات جديدة اشتركوا في القناة